على صعيد المتصل أعلن اللواء كامل الوزيري رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن هيئة قناة السويس ستبدأ السبت المقبل في عملية التكريك الفعلي للقناة الجديدة وضاف أنه يتم تجهيز الدراسات والتعقدات بشأن تنفيذ ضاقي مشروعات تنمية محور قناة السويس وقال أن أهم المشروعات في محور قناة السويس هو إنشاء قناة موازية لقناة السويس وتعميق قناة السويس الحالية لتسهيل المجرى الملاحي للقناة مضيفا أن المشروع يتطلب تنفيذ وإنشاء مشروعات أخرى تعتمد عليه وأوضح أن هناك ميناء جديد مثل العريش والمنطقة الصناعية شرق منطقة القنطرة ووادي التكنولوجيا بالإضافة إلى إنشاء أربعة أنفاق فورا سيتم الانتهاء منهم نهاية العام المقبل